السلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحيكم أيها السادة المشاهدون أجمل وعطيه بارقة تحية وأقدم لكم المنتدى الديمقراطي لهذا اليوم من قناة الديمقراطية في لندن وضيفي لهذا اليوم كما هو معهود الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن سوف أتوجه إليه ببعض الأسئلة التي تهم الشارع السوري والمواطن السوري وكل من يهتم بالقضية السورية راجيا أن يجيب بحكمة إن شاء الله أهلا وسهلا أستاذ زهير أهلا بك أستاذ زهير لدينا بعض العلماء طرحوا فكرة أنه يجب أن لا يرسل المقاتلون إلى سوريا وهذه المسألة لا أعرف أنه هل هم العلماء يرسلون هؤلاء المقاتلين إلى سوريا أم أن المقاتلين وحدهم يذهبون إلى سوريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هي أحدى المشكلات المعقدة ككرة الشوك من أينما أمسكتها توخزك توخزك قضية استنفار مجميع من أفراد الأمة على الخارطة الإسلامية للمجيء للقتال في سوريا هؤلاء الأفراد الآن بعض الناس ينظر إلى مجيئهم على أنه مشكلة مركبة أولا مشكلة بأن هؤلاء الأفراد يخرجون من أوطانهم من بين ظهراني أسرهم يتركون أمهات يتركون زوجات يتركون أطفالا يتركون أخوة يتركون أخوات وهذه الأسر عندما تفارق أبنائها أحبائها شبابها يعني تشعر بكلم بجرح في نفسها أن هذا الولد ذهب ولا ندري أين ذهب هذا أحد وجوه المشكلة يسببون مشكلة للبلد الذي يعيشون فيه لأن هذه البلدة والكل الذي يعيش في وطنه تبدأ بالنظر إلى هذا الشاب الذي خرج وذهب وتجند في قتال يعني لا أحد يعرف ما هي هويته بالنسبة للآخرين أصبح يشكل خطرا مستقبليا على هذه الأوطان وبالتالي يصبح هؤلاء الشباب مشكلة أمنية بالنسبة للأوطان التي يخرجون منها ولا سيما بالنسبة للشباب العربي والمسلم المتوطن أو الذي يعيش في أوروبا وفي الغرب وهؤلاء الآن ينظر إليهم على أنهم تهديد أمني حقيقي مستقبلي لهذه الدول هذا بعد آخر مهم هؤلاء الشباب عندما وصلوا إلى سوريا ولم يجدوا راية حقيقية يجتمعون تحتها وتوظفوا جهودهم بصدق كانوا نهبة لبعض يعني الذين الرايات الأخرى الرايات الأخرى والأجندات الأخرى وبالتالي سببوا مشكلة أحيانا وهم قال يريدوا أن يعربه فيعجمه الشعر صعب وطويل سلم إذا جاز فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضر قدمه فهؤلاء ذهبوا ليساعدوا السوريين قال جاء الكحلها فعمها فذهبوا ليساعدوا السوريين أصبحوا مشكلة بالنسبة للسوريين الآن يخرج علينا بعض الإعلاميين وبعض المحطات الإعلامية وبعض المتباكين على الإنسان وعلى المواطنة ويقولون هؤلاء الذين ينادون باسم الإسلام هم الذين تشيروا أو حرضوا أو دفعوا هؤلاء الشباب استنفروهم استفزوهم نادوا عليهم الحقيقة ويجب أن توضع الأمور في نصابها الذي أوصل الوضع في سوريا وفي غير سوريا إلى ما هو عليه أمور متراكبة أيضا ونحن الآن عرضنا جانب من المشكلة الجانب الآخر من المشكلة أن هناك قتل وذبح وانتهاك واغتصاب في سوريا منذ ثلاث سنوات كله موثق وكله بالصوت والصورة والمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا لم يحرك ساكنا يستمع ويتفرج عندما يقصر المجتمع الدولي بقيامه بمهمته على هذا المستوى الحكام العرب والمسلمين ودعنا نتحدث الدول العربية والإسلامية الجامعة العربية التي كان عليها أن تأخذ مبادرات نظامية حقيقية لتسد هذه الثغرة ولتوقف عمليات القتل والذبح والانتهاك هذه بطريقة نظامية معقولة على مستوى قوات الرد العربية وتكلمنا من هذا الكلام هذه الدول لم تقوم بواجبها على مستوى الأحزاب والقوى الكبرى لا أحد يقوم بواجبه عندما يشعر هؤلاء الأفراد يرون المأساة بأعينهم ويسمعون نداء ومعتصماه ملأ أفواه الصبايا ليتمي ثم لا يجدون معتصما على الساحة يسد الثغرة أقول يحدث هذا الخلل الذي لا نريده ولكن لا نستطيع أن نتهم أن الذين يستجيبون أو أن الذين يستنفرون أو أن الذين هم الملومون فيما يجري اللوم يقع أولا على المجتمع الدولي على الخمس الكبار في مجلس الأمن الذين لم يحفظوا هؤلاء الذين يقتلون في سوريا اليوم التقرير البسيط البلغاردين وبالسي أن إن 11 ألف هذا الدفع الأولى على الإحساب الآن 11 ألف في السجون لكن هذا للدعش ألف كيف ماتوا 11 ألف تحت أنواع التعذيب تحت التعذيب وبالتجويع يتركون الإنسان يموت جوعا هذا الآن أصبح حقيقة واقعة الدول الخمس دائمة العضوية التي مهمتها حسب الميثاق الأمم المتحدة حفظ الأمن والسلم لم تفعل شيئا إذا كانت هي لم تفعل شيئا لكن هناك محامون وإذا كان الرئيس اسمح لي وإذا كان رئيس صاحب وثيقة حقوق الإنسان ونيلسون والمبادئ الأربطاعش لا يريد أن يفعل شيئا وإذا الشعب الأمريكي ليس له قدرة على التعاطف مع ما يجري في سوريا وإذا كان الشعب الفرنسي لا يريد أن يتعاطف معه لابد أن يوجد لابد سيوجد في هذه الأمة سواء كنا نحن موافقين أو غير موافقين هذا الكلام لا يجري بأهوائنا هذه عملية هذا الصمت هذا الصمت أخي الصمت الدولي الصمت العربي الصمت الإسلامي الرسمي هو الذي استفز هؤلاء الشباب هو الذي استنفر هؤلاء الشباب هو الذي دفع هؤلاء الشباب ليتحركوا بالطريقة التي يتحركون بها كلامي هذا للتفسير ليس للتبرير نعم هناك ظاهرة خاطئة هناك ظاهرة خاطئة لكن من الذي يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة الخاطئة ليس الذي يستنجد ليس الذي يستغيث ليست التي تنادي ومعتصماه ليس الذي يذيع الخبر الذي تقط له السماوات والأرض الذي يتحمل مسؤولية كل هذا الذي جرى وكل هذا الذي يجري يخرج علينا بعض الإعلاميين يأتون بأمهات يبكون ومن حق الأم أن تبكي على ولدها نعم القتل مؤلم لكن لكل الأمهات الموت مؤلم ولكن لكل الأمهات هؤلاء الذين يقتلون في سوريا وتسكت النظم الرسمية القوى الدولية الرسمية على كل المستويات ماذا فعل العرب للشعب السوري؟ أقصى ما فعلوه أنهم أطعموا بعض الجائعين ماذا فعلت الدول؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ لم يفعل أحد شيء الآن وصلنا إلى أن هذه المشكلة تستدعي مشكلات من المشكلات التي استدعتها هذه المشكلة أنه بدأ ناس يعيشون في شباب يعيشون في بريطانيا نحن لا نريد لأحد يعيش في بريطانيا أن يذهب ليقاتل في سوريا نريدهم أن يخدموا القضية هنا إعلاميا كان أقوى وأفضل ولكن أنا لا أستطيع القناعة التي في رأس رجل عمره 65 سنة أن أنقلها إلى قلب شاب عمره 20 سنة هذا الأمر ليس بهذه السهولة وهو الذي يرى الحرومات تنتهك والنساء تغتصب والدم يسيل والأطفال يدفنون لا بد لهذا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الذين يقدمون هذه البرامج للتشكيك بمواقف أهل العلم للتشكيك بمواقف أهل الفضل أهل العلم وأهل الفضل لم يقولوا خطأا نحن عندما نستنفر نستنفر هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي يقبضون على قرار الأمة قرار الأمة له ثمن إن على حامل اللواء حقا أن يخضب الصعدة أو تندق لذلك روح لكتب السياسات الشرعية في كل كتب السياسات الشرعية تجد يقول لك من الصفات التي يجب أن تتوفر في الخليفة أو في الحاكم المسلم أن يكون ذا نجدة ذا جرأة ذا شجاعة ذا بأس ما أقول فقط أن يكون ذكرا وأنا كل ما قرأت في هذه الصفات أن يكون ذكرا أتألم فعلا لأنني كنت أتمنى هؤلاء الفقهاء أن يقولوا أن يكون رجلا والرجولة شيء والذكورة شيء آخر سبحان الله غابت هذه عن الفقهاء عندما كانوا ينصون على أنه يجب أن يكون ذكرا مع الذكور كانوا يقولون ويجب أن يكون ذا نجدة وبأس وجرأة وشجاعة هذه الصفات المنصوصة عليها هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي يقبضون على قرار الأمة ثم ينامون عن ما يجري في مثل سوريا في مثل فلسطين في مثل العراق في كل ثغرة من ثغرات هذه الأمة هم الذين يلقون عبء تخاذلهم وعبء جبنهم على هؤلاء الأفراد من الشباب الذين يستحقون التحية يستحقون الترشيد يستحقون إلى من يوظف جهودهم في المكان المناسب وبالطريقة المناسبة سيد العزيز بشار الأسد رئيس سوريا يقول أن اشتراك المعارضة في الحكومة السورية إما مزحة أو نكته يعني أولا لماذا لا ترى أن وجوده على رأس السلطة الآن هو مزحة أو نكته يعني هذا الذي يعني أنا كنت أريده هو بشار الأسد لم يعود رئيس سوريا منذ أن قتل حمز الخطيب من أول يوم وهو قال أنا لست رئيسا لهم قالها بصراحة قالها بصراحة يعني لا هو رئيس لسوريا ولا سوريا تابعة له هو إنسان خاطف يخطف قرصان يخطف جزء من القرار السوري يخطف جزء من الموقف السوري تصوره هذا هذه الكلمة نحن عندما يتحدث الناس عن جنيف اثنين لماذا أدخل المعارضة في أمر مريج كما أقول يقول الناس المعارضة مختلفة لا المعارضة ليست مختلفة المجتمع الدولي مختلف على نفسه هذه المقابلة الصحفية التي أجراها مع الوكالة الفرنسية توضع بين قوسين يحللها محللون سياسيون يقولون إذن هذا الشخص هذا الإنسان غير موافق على جنيف دعونا لا نحفي قدمين يعني مؤدى هذا الكلام عندما يقول نحن لن نرضى بهذا يعني نحن الشعب السوري لن يرضى بهذا أن يكون ممثل بشار الأسد في الحكومة الانتقالية لكن هو عندما يقول يعني أنه يجو ناس معارضين من خارج سوريا ويدخلوا في الوزرات ويعينوا على الوزرات لا نريد قيادة الجيش والأمن نريد أن يكون بيدنا مفاتيح الجيش والأمن نترك لك الوزرات كلها فهمها 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 يقول هذه نكتة إذن أنت رايح إيش تعمل لماذا كيف أرسلت أنك موافق كيف أرسلت أنك موافق على جنيف وفي نفس الوقت هو يعني يقول بأنه الشعب نكتة الشعب الشعب اللي شرده الآن نصفه تقريبا مشرد اللي ما مشرد هو بالداخل ماكي الهوى أيوة يقول إذا دعاني لن أتخلف ثانية واحدة عن الاستجابة هذا الكلام يجب أن يوضع في إطار رسمي هذا ليس كلام بيّع جزر كما أقول دائما مع احترامي لكل الذين يبيعون الجزر أقول هذا الكلام يجب أن يكون كلاما مسؤولا وينهو وينهو هؤلاء الذين يتعللون بجناف اثنين وبأمثال ينهو هذه المأساة عن الشعب السوري يقولوا إذن بشار الأسد ليس لديه نية لكي يسلم لأنه المطلوب في جناف اثنين أن يسلم السلطة ليس لديه نية أن يسلم السلطة بأي شكل من الأشكال وبالتالي أن يوفروا على المجتمع الدولي إن شاء الله بدي يصرفوا بكرة على جناف اثنين هذا المؤتمر بتعرف قديش بيكلف دكتور نبيل من هذه أموال المانحين اللي جمعون يا هب الكويت على أسماء الأرامل والأطفال والأيتان هذا الذي نخاف منهم أنا دائما أتكلم هؤلاء العاملون في سلك الأمم المتحدة يعني نحن واحدنا أحيانا إذا اشتغلوا شغلي على باب والعاملين عليها وحصلوا خمسمائة ستمائة دولار سبعمائة دولار من أول بيأخذ سبعمائة دولار وبنرفع إيدنا لفوق هؤلاء أحدهم ما بيكتفي بخمسة عشر ألف وبعشرين ألف وما بنزل إلا بخمس نجوم ولا بيسافر إلا بالدرجة الأولى أنا عمري ما جربت الدرجة الأولى بالطيران يعني لا على حسابي ولا على حساب غيري فهذا مرة أكرمونا بإحدى الطائرات يعني كنا في وفد وإجوا وتكرموا علينا قال لأنتو تعالوا وجلسونا على حساب الشركة الناقلة يعني مش على حساب على كل حال يعني مشان الصدق فهؤلاء الذين لا يسافرون إلا على طيران الدرجة الأولى ولا ينزلون إلا بفناد خمس نجوم ورواتبهم من عشرين ألف دولار وخمسة عشر ألف دولار وبتطلع لهم مكافآت وبدأ لها السفر وبالتالي بيطلع منيزانيت كل واحد منهم السنوية مليون دولار لا يلزموننا نحن لتوزيع المساعدات على الشعب السوري إذن هذه المأساة الآن كلفة جنيف هذه لو وفروها لو وفروها من أموال المانحين إذا كانت ستصرف سيكون أولى بنا وأولى من يدفع مصاريف المؤتمر يعني أنا تصوري سيقطعونها من الأموال التي جمعها بانكيمون باسم الأرامل والأيتام وهذا شيء بديه شيء بديه وبالتالي يعني هكذا أتصور ربما أمريكا وروسيا ما أدري روسيا تدفع ليه إذن لا أفروف إحنا إحنا كنا في حلاب سمان هذا النقطة هذه يسمعوا الشعب السوري كان عندنا محل تجاري في حلاب ولما يجوا سياح بيتماروا التجار يعني بدوا سائح بتغبنوا زيادة دولارين ثلاثة ما بيسأل بيتفع فلما يجد السائح الروسي ليشتري أو هؤلاء الخبراء الروس بس ينتبهوا التجاري سموهم قميلوف قميلوف يعني أصحاب قمل هؤلاء يعني الروسي إذا دفع ثمن وجبة فول بيكون يعني فما يعني تنتظر من لافروف أنه يدفع ولا أنه يشارك أنا لا أدري من أين سيغطى هذا المبلغ لكن واضح أنه سيغطى من الميزانية التي تحت تصرف كيمون وهذه الميزانية أكثرها جمعات باسم الأرامل والأيتام والذين يعيشون في المخيمات في سوريا فهذا يعني الواقع هذا يستدعي أن نعيد التفكير في هذا المؤتمر الذي لن ينبني أنا لست متخوفة من المؤتمر يعني بعض الناس قل لك في المؤتمر هذا المؤتمر يعني لن يكون من ورائه شيء ومثل المظاهرة عبثية تخرج فيها لكن إذا كان سيكون كلفته الكثير من الوقت والدم والمال الأولى بالعقلاء أن يضعوا حدا له نعم إيران التي خسرت دعوة الحضور إلى جينيف 2 بدأت تشكك في نجاح جينيف 2 بعد سحب الدعوة منها فما هي تداعيات هذا التشكيل يعني الأمر الخطير الحقيقة نحن نعود ونقول يعني كان الأولى بإيران وأن هذا وجهة نظري شخصية كان الأولى بإيران أن تستعيد شيء من مصداقيتها عند الشعوب العربية والإسلامية عند أمة الإسلام وتقول أنا قابلة بجينيف واحد ويا سيدي يعني إذا كان خسرت سوريا بشار الأسد يعني كما تقول عم عندنا الأمة بعد نبيها تدبرت ومات سيدنا علي والأمة تدبرت وقتل سيدنا الحسين والأمة تدبرت هذا بمنطقهم يعني إذن لن يتوقف القمر عن الدوران لن تتوقف الشمس عن الشروق يعني كل هذا القتل إبادة الشعب السوري أو يبقى بشار الأسد هذا الشعار الذي سمى إيه سمى حسن نصر الله المعركة الوجودية اسمح لي أخي دكتور نبيل أنا أريد أن أشير إلى شيء مهم جدا جدا كثير من الناس يقول لك طيب يا أخي أنتم مدام تعتقدون أنه إيران مؤثرة وإيران جزء أساسي من المعركة هوية صاحبة القرار الحقيقي في سوريا فلماذا لا تقبلون تتناقشوا معها تناقشوا مع الرجل صاحب الأوراق القوية تتحاوروا مع أصحاب الأوراق القوية لا تتحارقوا مع بشار الأسد اللي لا بحلوا لا بيربط والأسم عندنا باللغة العربية بيعرفوها يعني أو باللغة العامية يعني هذا الذي يعني على وزن حضرة لا بحلوا لا بيربط هذا يعني هكذا يسمى الآن في سوريا وقالوا الإيرانيين قالوا نحن وجماعة حسن نصر الله قالوا نحن الذين نقود ونحن الذين نقاتل وهم ليس لهم من الأمر شيء إذا كان المعيار من يؤثر في القرار أكثر نحن واثقون وأنا تصريح مسؤول عنه وتحمل مسؤوليته أن المؤثر الأول فيما يجري على الأرض السورية على المستوى العالمي والإقليمي والداخلي قبل إيران إسرائيل ليه لأن إسرائيل لا دخلت عسكرية ولا دخلت سياسية هذا هذا شغل المعلم هذا شغل المعلمين يعني نحن كل شيء نعقى على شبهات إسرائيل لا أنا شوف أنا ما أقول كلام إلا وأن حافظ ذرسي بشكل جيد تتذكر تصريح رامي مخلوف متى كان الثور عمر ثلاث أشهر قال لهم انتبهوا انتبهوا كان الأمر واضح بالنسب إليهم الآن كل هذه المآسي أنت تعرف الإعلام الغربي من أمريكا إلى إستراليا ومرورا بقارة أوروبا بيد مين بيد إسرائيل طيب لماذا هذا الإعلام الغربي حتى الآن ما تعاطف مع المشهد السوري لماذا اسمح لي خلينا أسألك السؤال وفتحناها ومعليش ناخد طلعت تستجوبني لا تستجوبني أنت إن شاء الله شوف أخي عندما كانت الثورة السورية سلمية ولم يحمل أحد السلاح وكانوا الناس يخرجون بصدور عالية ويصيحوا واحد 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 والشعب السوري واحد وينشدوا للحرية والعدالة والكرامة وكذا وسلمية وسلمية وقدموا كل يوم مئة شهيد ولمدة 8 أشهر هل قرأت فيما كتب في هذا الإعلام العالمي غزل حقيقي إبداء إعجاب حقيقي بهذا الشعب لا ظلوا الناس يشككوا لا ليش يخرجوا يوم الجمعة وليش يخرجوا من مسجد وليش يسموا يوم الجمعة كذا فظل هذا الإعلام المتوجس الموظف الموظف على كبس الأزرار الصهيونية ظل واقف وقفة المريب مما يجري في سوريا دخلت الثورة في الصراع ودخلت الثورة كل ما يحدث من انتصارات للثورة والثوار تشوف الإعلام العالمي المتصهين الذي مفاتيحه بيد الصهيونية العالمية ماذا يفعل يشكك يبحث دائما عن الحصوة الله واحد لما يجي بده يساوي الشجار مع زوجته ينتظر الرز مالح الأكلة الفلانية كذا طلع لي حصوة بالوجبة الفلانية هو يبحث وهؤلاء يبحثون عن كل ذريعة للنيل من هذه الثورة الإسرائيليون هم المؤثر الأول صاحب القرار الأول والإيرانيون أدات من أدواتهم ليسمعها العالم كله الإيرانيون اليوم هم أدات من أدوات الصهيونية وأدات من أدوات الأمريكان فيما يحصل من سوريا لذلك على منطق أنا أريد أن أجيب على منطق الذي يقول لي لماذا لا تفاوضون الإيرانيين لو كان هذا الأمر ضروريا كما بنفس هذا المنطق كان يجب للأولى ونحن طبعا لا نريد هذا ولكن أنا أطرحه على مذهب فبهيت الذي كفر كان الأولى يقولون لش ما بتفاوض الإسرائيليين وتخصموها هذه الثورة لها مبادئ أصحابها عندهم مبادئ ليس الثورة برقماتية الإيرانيون الذين يقتلون السوريين والذين يحتلون سوريا والذين يفعلون ما فعلوا في سوريا إن لم يغيروا سياساتهم وينتبهوا إلى أنفسهم إلى أين ينزل يقولون لن يكون لهم دور في هذا الحوار أو في هذه المعركة السياسية القادمة ببقى قضية الآن الإيرانيون يخرجون بعد أن سحبت منهم الدعوة يخرجون وهم يشعرون برد فعل وغيظ وبدأوا يشككون بجدول المؤتمر هم سيحاولون هو المؤتمر فاشل لكن هم سيحاولون بالتالي أن يزيدوا من تفشيله أنت سألتني عن المؤتمر الصحفي لبشار الأسد هذا المؤتمر الصحفي هو رد على الصفعة الروسية التي كانت بالأمس خرج ليعيد نفس الكلام ليس أمام الدوم الروس وإنما أمام الإعلام الغربي نحن الآن في معركة أيضا إقليمية دولية إيران ستحاول أن تثبت أنها إذا غابت فهذا المؤتمر لن ينجح ونحن لا نبكي على هذا المؤتمر يعني كما هو معروف كثير من طوى المعارضة السورية أنا ما جئت للبارحة المجلس لماذا المؤتمر هذا ما هي بداء القائمة على الأرض الذي نحن عليه من ثلاث سنوات البارحة المجلس الوطني السوري أعلن انسحابه من الاتلاف احتجاجا على المؤتمر أنا آتي بهذا كخبر لانسحاب المجلس الوطني يعني أن هناك قوى كثيرة سياسية وثورية وكذلك كثير من الكتائب العسكرية على الأرض الجمال الإسلامية وغيرها أعلنوا أنهم ما لم تتحقق جملة شروط بين يدي هذا المؤتمر فهم غير معنيين فيه وغير موافقين عليه ما رأيك بما طرحت هدى للتليغراف أن الأسد متهم بدعم القاعدة بصفقات نفط صرفت لها يعني الآن هناك بدأ الغربيون وبدأ هذا الإعلام الذي كنا نتحدث عنه يعني يعيشون تحت صدمة الواقع المرير يعني اليوم تقرير كامل بالتليغراف أو بالأمس يتحدث عن أن هناك تنسيق كامل بين قيادات القاعدة وهذا التنسيق ما هو جديد أنا كنت البارحة أبسمع للمالكي صاحبكم نوري المالكي أخي ليش تسمع لرئيس وزرائنا ما أنت عندك الحلقي رئيس وزرائك أسمع له أسمع إليه وهو يندد بالدول التي تصدر الإرهابيين إلى العراق تذكرت كلامه بنفس اللهجة يوم كان يقول هذا الكلام لبشار الأسد ويقول له أروح أشكيك لمجلس الأمن هذه العلاقة الحميمة يعني شديدة الحميمية ليست جديدة هذه علاقة قديمة بين رموز من هذه القوى وأنا دائما دقيق في كلامي أنا لا أتهم كل الذين يعيشون في مثل هذه المجموعات بأنهم عملاء لا لبشار الأسد ولا لغير بشار الأسد كثير منهم جاءوا بقلوب طيبة ونيات صافية لكن كثير من هذه القيادات أيضا التي تسيطر على هذه الجماعات وعلى هذه التنظيمات بعضهم بعتبرها نوع من الفهلوي بعضهم بعتبرها نوع من البراجماتية نحن خلال أكثر من خمسة عشر سنة ما شهدنا لهؤلاء الناس عملية واحدة أو خطاب واحد ضد بشار الأسد وضد نظامه وضد نظام أبي وهم اليوم نعم تكشف أنه يعطيهم صفقات النفط وأنه تركهم وراءه وأعطاهم الأمان ولم تكن معسكراتهم تقصف وبالعكس كان يغذيهم أحيانا هو يخطر في باله يعني أنا حتى أشرح النظرية فيه أنا زماني قرأت قصة عن الهنود ومن هنا يقولون نشأت علاقة الهنود بالأفاعي الجرذان والفئران يعني أتعبت الهنود فربوا الأفاعي لكي يتخلصهم بدل القطط هو يخطر في باله الآن أنه يربي هذه الأفاعي وأن هذه الأفاعي في اللحظة الأخيرة الآن يسلطهم على الشعب السوري يسلطهم على قوى الثورة السورية الآن يجلسون في كل مكان يقول لك وأنا أسمع معلقيه قتل بعضهم هؤلاء يقتلون بعضهم هؤلاء كذا فهذا المنطق الذي يريد توظيفه سوف يعود عليه بالخسران لكن المجتمع الدولي كله أصبح منتبها إلى حقيقة هذه الأعبة ذكرت المالكي هناك صدر بيان صحفي لأحد كبار النواب في البرلمان الأوروبي وهو اسكتلندي صدر بيان صحفي يتهم به المالكي بالإبادة الجماعية وهذا بيان صحفي خطير سنفرائه في الحلقة العراقية هناك أيضا منشق من المخابرات السورية أطلق بعض الصور الموثقة لأحد عشر شخصا ماتوا تحت أبشع نواع التعذيب والقارديان أيضا وثقت هذه والسي أن أن كذلك وثقتها وكثير من أجهزة الإعلام العالمية المهمة وثقت هذه القتول بالتعذيب يعني هذا ضابط كان يعمل مع المخابرات أطلقوها في التلفزيون مقززة جدا مقززة والناس لا تستطيع أن تنظر إليها هو قدم شهادة هنا في بريطانيا والآن أصبحت هذه مثل قنبلة الموسم والأحد عشر ألف شخص وهيئة محامين دولية تبنت تقديمها إلى محكمة العدل الدولي لكنهم قالوا الروس لنا بالمرصاد الروس الشركاء الجريمة الذي أريد أن أقوله الصور والوثائق أكثر من 11 ألف الأشخاص 11 ألف نحن كسوريين ندرك أن المفقودين في سوريا الآن بحدود 200 ألف وأن هذه دفعة أولى على الحساب إذا نكشف الآن من الصور المقدمة أشخاص من غير تعذيب يتركونه يموت من الجو تصور أنت إنسان يبقى أحيانا 20 يوم 15 يوم بدون أكل طبعا الإنسان بدون شرب لا يمكن أن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام يعني يتركون هؤلاء الناس حتى يموت هذه الجريمة الإنسانية الذي يشترك فيها الولي الفقيه في طهران وكل نفس من أنفاس هؤلاء الناس ستكون في ذمته وإذا كان هؤلاء محسوبين على السيدة زينب وقتلهم محسوب على السيدة زينب أنا أقول هذا لجماهير الشيعة أنا أريد أن أخاطب قلوب جماهير الشيعة حول العالم هؤلاء أيضا قلوب بشرية في صدورهم قلوب إنسانية باسم زينب يقتلون الناس بهذه الطريقة يتركون الإنسان يموت يجوع حتى يموت من الجوع أو يقتلونه تحت التعذيب وبأشد أنواع التعذيب هذه الدفعة الأولى من الجريمة الآن أيضا توثق دوليا حتى الآن يعني العاد لو عشر أشخاص لما تقوم من يسموهم القاعدة مثلا تنظيم بقطعوا رأس واحد بطريقة يعني بشعة بشعة مستنكرة بالنسبة اللي يقول لك لكن تشوف الإعلام الآن أنت تتذكر خلينا نشغل الذاكرة لما جماعة الطالبان طلعت في رأسهم وبدن يهدموا شيء سموا آثار داميان في ما أدري بأي بلاد في أفغانستان يعني في منطقتهم يعني آثار إنسانية وثقافة وحضارة ومش عارف إيه وذلك نظروا إلي يا با قامت قيامة المثقفين وحملت جائزة نوبل للسلام وكل اللي مش يمن تحت باطل وكل العالم هاج وما جاءت يخرب الحضارة وهذه الإبنية اللي مثلا ضربت في أفغانستان وأنا معها يعني مش كمان شوف قديش كتب مقالات وانش عنا الآن يعني يكتشف جريمة هؤلاء الـ 11 ألف مهن إرهابيين ولا كانوا عمال بيقتلوا ولا عب يقتلوا في منطقة لأنه بدليل لأنهم في السجون تم تصفيتهم وتعذيبهم وتجويعهم والعالم يعني الخبر ما أخذ هذا البعد المحامين الذين تغفلوا بالدفاع عنهم مئات المحامين 11 ألف إنسان يمروا خبرهم كما يمروا خبر إنسان واحد لم تخرج لهم مظاهرة من 11 ألف إنسان بالمقابل يعني لم يغضب لكل إنسان إنسان يشوف مظاهرة في لندن والخبر خرج من لندن ما شفنا مظاهرة في المجتمع البريطاني الحر المتمدن المتحضر المثقف من 10 ألف إنسان يخرجون في بريطانيا اللي درسوه علموه زوجوه واللي المجلس العموم تبعهم قال لا إحنا ما نقاتل ما نريد نرسل قوات طيب ما ترسل قوات لكن 11 ألف إنسان خرجونا 11 ألف إنسان في مظاهرة تقطعنا شارع من شوارع لندن تقول لا لجريمة القتل هذه ما شهدنا هذا ما رأينا هذا لا في بريطانيا ولا نحن عندما نتكلم نتكلم من ألم نحن كنا إذا كان قيل إذا كان قيل والله إنهيار ثلجي في الأسكيمو في قلوبنا نقول والله نتعاطف مع البشر هذا التعاطف يقول لك واحد كاري يقول الشعب الأمريكي لا يريد تعاطف مع الشعب السوري كتر الله خيركم هذا كلام كاري مش أنا اللي بتهم هم صحيح قال الشعب الأمريكي غير متعاطف مع الشعب السوري إحنا إيش نفعل إي أنت لا تفعل شي أنا بعرف إنت عندك ماكينة لو بدك كانت بتشغلها بس ما بدك فإذا كان شعب الأمريكي كتر الله خيركم لكن لا تلومون إذا يوم من الأيام قلنا ونحن شو دخلنا ليه ليه يعني هذه الحالة الإنسانية التعاطف التعاطف حالة إنسانية متبادلة الناس تشعر بمآسي بعضها تشعر بما ينزل بها لكن زكيري يقول والله إحنا مش متعاطفين أو الشعب الأمريكي لا يريد أن يتعاطف مع الشعب السوري يعني نحن لا نريد كذلك أن نشحد أو أن نتسول التعاطف أو أن نتسول الشفقة نحن شعب عزيز كريم له بعده الحضاري يرفض أن يتسول الشفقة من شعوب الأرض ماذا عما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية الذي قال بأن شخصيات من الأسد أبلغتهم أن الأسد يريد أن يعيد بعض الشخصيات العسكرية المتقاعدين ما متقاعدين إلى الخدمة لغرض لأنه نفذ عديد القوات السورية والآن في ورطة سيما أن حزب الله بدأ يسحب قسم من قواته وكذلك أبو العباس وغيره من القوات هذه التعبانة بدأت تسحب نفسها يعني إذا سمحت لي بس أنا اليوم الصبح كنت أتابع لافروف نتحدث شوي عن لافروف كان عندهم مؤتمر صعب وأعود إلى سؤالك سؤالك مهم لأنه لافروف اليوم الصبح يتكلم كلام أيضا عجيب غريب يقول إيران وهو يعترض على سحب الدعوة من إيران يقول إيران هي التي تفهم مؤتمر جنيف جيدا مؤتمر جنيف هذا ليس لتسليم السلطة مؤتمر جنيف هذا لكي ينضم بعض الأشخاص إلى الحكومة إلى الحكومة وهذا الاتلاف الوطني لا يمثل كل المعارضة السورية ولا يمثل الشعب السوري وبالتالي هو يؤكد على فهمه الأول لجنيف الآن لماذا أريد أن أعرض بهذا أو أن أتوقف عندهم إذن الذين يقولون المعارضة السورية مشارزمة ومختلفة لماذا 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 نختلف لأن الذي يسمع هذا الكلام من لافروف يدرك أن الذين يدعونا إلى مؤتمر جنيف غير متفقين على مفهوم وعلى فحوى الدعوة لا لافروف متفق مع كيري ولا هذه الدولة متفق إذن نحن إلى أين سنذهب وأنا دائما أكرر هل ترى هل ترى أن لافروف سيفشل مؤتمر جنيف لافروف ليس مسمح لقال كلمة مهمة جدا جدا مهمة جدا جدا وأنا انتبهت إليها وقلت ليت الناس ينتبهون قال يعني هذه أفحوى المبادرة الروسية إذن لافروف يعتبر مؤتمر جنيف هو روس مبادرة الروسية والأمريكان وقع له كيري قال له مثل ما إذا أنت منتبه لما قاله بوتين قبل يومين قال لن نسمح لمؤتمر جنيف أن يبشر إذن هذا الكلام هم يعتبرونه مبادرة الروسية ويقول لافروف نحن أدرى بهذه المبادرة لأن إذن ليش تريد إيران نحن أصحابها هو يريد إيران يعني يقل لك بدل ما يعني يكونوا البعيد يعني كالبين بمنبح وصيروا ثلاثة يعني يريد أن يزيد عدد النباحين في هذا المهتمر لكن الحقيقة هذا كلام خطير من لافروف وهذا كلام يؤكد وجهة نظر المعارضين السوريين الذين رفضوا أن يذهبوا أو أن يشاركوا في هذا المؤتمر الشيء الغريب اللي سمعته كمان من لافروف اليوم وجديد هاي نغمة جديدة هو صار يذكر الائتلاف الوطني باسمه يعني الائتلاف الوطني السوري كذا هذا نوع من أنواع القيافة الدبلوماسية لكنه في نفس الوقت أيضا أصبح يتباكى على الجنش الحر ها الجنش الحر ضعيف ومستهدف والآن إيش هدف المؤتمر يعود إلى كلام بشار الأسد هدف المؤتمر الإرهاب أنه بقية الجيش الحر ما تبقى منه مع بشار الأسد يضعون مخططا مشتركا للتصدي لا 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 للإرهاب للتصدي للمتطرفين الذين يسيطرون على الأرض السورية يعني يرجعنا يشغلنا يشغل الجيش الحر خدم عند أبو بشار خدم عند بشار الأسد في قتال إلى هنا أعزائي المشاهدين لا يسعوني إلا أن أشكر ضيفي الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن أشكركم على كرم المتابعة وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ومرًا